عصف التغيير الوزارية المعلن عنه من طرف الرئيس بوتفليقة بـ 15 وزيراً من الحكومة السابقة تغيير شكل صدمة للبعض وهو ما يفسر التعابير التي ارتسمت على وجوههم أثناء مراسم تنصيب والسلام المهام خاصة بالنسبة لأصحاب الحقائب الوزارية والذين عمروا طويلاً في الجهاز التنفيذي عبد السلام بوشوارب الذي فقد حقيبة الصناعة والمناجم غابت عنه الابتسامة وجه عابس قلة الحركة والكلام عبد الملك بوضياف الذي يوصف بالوزير دائم الابتسامة فقدها هذه المرة ظهر أمام الصحفيين وكأنه تحت الصدمة كرر جملاً غير واضحة بوضياف كان خارج مجال التغطية نور الدين بطرفة الذي تلقى خبر خروجه من الحكومة وهو في مهمة خارج جزائر ظهر هو الآخر بوجه شاحب الوافد الجديد على رأس قطاع السياحة بن عقون عيسى لم يصدق بعد أنه أصبح وزيراً التوتر صحبه في أول إطلالة إعلامية له رمطان لعم أمره الذي تحصر الجزائريون على خروجه من الحكومة ظهر أكثر حكمة ورزانة وتعامل بابتسامة مع الأسئلة المتمحورة حول مغادرته أحضبت عناصر كلما أنهيت مهامه أكيد لا يشعر بالرضا ولا يشعر بالارتياح وبالتالي ينعكس هذا عدم الرضا وعدم الارتياح خلال عملية تسليم واستلام المهام وهذا شيء طبيعي وأعتقد شيء عادي ربما بعض الذين تم إبعادهم من المناصب يشعرون بالغب ربما بعضهم يشعرون بأنه ظليمة التوتر الوافد الجديد يمكن تفسيره ببعضهم بعضهم لديهم خبرة في التعامل مع وسائل الإعلام بعضهم لديهم خبرة في التعامل أمام الجماهير وخاصة جماهير رسمية وبعضهم اللي متعودين مع النتائي تكلموا الآن الموقع الكلام تغيرها عكس كل ديمقراطيات العالم ينظر للاستوزار بالجزائر على أنه امتياز بدلا من أن يكون مجرد تكليف